اقطاب. ست اقطاب يوم اتناشر قطب. فاشي طبيعي ايه السرعة ايه? هتتغير لان السينيكوناس بيتتغيرت. ماشي? اخر حاجة اتحكم في الفريقونسي بتاع السابلاي. اللي هو فس. ففس يعني كان اني غيرت النقس. ولما غيرت النقس غيرت فين? في السرعة للعضو تدور. ماشي شباب? ده الطرق ديت اللي نشوفها مع بعض واحدة واحدة. اول طريقة اللي هو هاجي عالتر من الفلتج. بتاع الترك بيترى سبعة مين? مع فيه تربية. ماشي شباب? طب والفي اللي هو اي تربية يعني. والاي بتساوي الفي على الامبيدنس. والامبيدنس ثبتة ما بتتغيرش تغير كبير. فهستخدم الالكتروليكس. عشان اتحكم في الفلت. فلو تخيلت انا خدت جهد اهو. بي واحد. لأ كبرت جهد بقى بي اتنين. لأ كبرت جهد بي تلاتة. هنجد ان كبر. واتخيل عندي لود ميكانيكي ترك لود اهو. ايا كان لونه وشكله. ممكن يبقى خط مستقيم. ممكن يبقى كيرز كده. ايا كان. ممكن يبقى واقف كده. بتاع اللود. ايا كان شكله. لان انواع ترك اللود عندنا كتيرة جدا. فلو خدت ترك ده لابد ترك اكبر من ترك بتاع اللود. ما يا شباب? طب نقطة التقاطع ترك اللود مع ترك بتاع المحرك. فلو انا خد في الجهد ده المحرك هيشتغل عنده السرعة ده هاي. طب لو خدت ترك ده اهو كبرته السرعة هتزيد هنا. طب لو كبرت ترك السرعة ايه? هتتغير. فيه بتحكمت في السرعة وفي نفس اللحظة هتحكمت في مين? في الترك عن طريق مين? تغيير الترك. طب نفس التغير ده. فيوا اول حاجة اننا اننا نقلل الجهد وده بيقلل لما قلل الجهد من القبضار اكس الترك هيقل بمقدار اكس تربية. ماشي? اه الجهد لما بيقل السبيد بتقل والسلب بيزيد. السلب هنا بيزيد. مع الشباب? والترك ستارتنج بيقل لما الجهد يقل. الترك ماكسمم? الترك ماكسمم? اهو الترك ماكسمم فين? اهو. هنا اهو. هنا اهو. فلما الجهد بيقل الترك ماكسمم شي طبيعي ايه? لكل محرك بيقل. ماشي باب? ده كله عشان الستابيليتي ودي ما كلام تتعني ما الكوش دعو بيه. عشان نقطة الستابل ان المحرك يشتغل ما يطلعش ايه ما يقفش يعني بالمعنى الصحر. طيب. الطريق الثاني اللي احنا اخدناه المقاومات ودي شرحناها في المحاضرة اللي قبل الفاتر. عندي مقاومات مع الاوت الضوار. بتغير المقاومة دي الترك سلب. الترك سلب بدون اضافة مقاومات على الاوت الضوار اهي. طب اضفت مقاومة زيت المقاومة الترك سلب اهو. طب اضافت مقاومة تاني الترك سلب اهو. اضافة مقاومة اكتر الترك سلب اهو. كل ما اطلع فوق هاجد ان الترك ستارتنج بزيد مع الشباب باضافة مقاومة مع ملفات العضو الضوار. وهاجد ايه? لو عندي الترك سلب اهو هيصدم لما يكون في حالة عار المضافة في العضو الضوار هنجد ايه? الاسبيت عالية قريبة جدا من سيركيو السبيت. طيب لما اضيف مقاومة السرعة تقل. بضافة ايه سرعة تقل. السرعة تقل. اما الماكسيمم ترك سابت. ولكن السلب اللي عند الماكسيمم ترك اه? متغير. ما يا شباب? اقول تاني. الترك الاسبيت هتتغير. وبنان عليه السلب هيتغير. اما الماكسيمم الترك ماكسيمم قيمته سابتة ولكن السلب بتاع الترك ماكسيمم ايه? قيمته بتتغير من المكان الاخر حسب اضافة المقاومة. السلب اللي يحدث عنده ماكسيمم ترك يسوي ايه? فاكرين? ما? السلب اللي يحدث عنده ماكسيمم ترك. ها? ار اتنين? على ايكس اتنين. فلما تخيل هضيف ار اتنين دي هضيف عليها مقاومة. فهتغير اللي يحدث عنده ماكسيمم ترك. دي الماكس الطريقة ديت. ودي طريقة كانت قديمة شوية. وموجودة. ما شباب? ان انا اغير عدد اقطاب العدو السابت. يبقى ملفات العدو السابت للاطراف الملفات. اطراف الملفات دي باخدها قدام برة. فهتخيل عندي وصلتين. ادي وصل اهيه. ادي الملف تالت تالت الرابع. الملف ده غزيته الطيار بطريقة معينة هو الملف ده. بحيس قد بشي جنوبي شمالي جنوبي شمالي. ما الشباب? طب لو جيت انا غيرت الاطراف دي موجودة عندي. فرزيته برة. جيت غيرت تغزية الملفات دي. بحيس كلهم اصبحوا ايه? شمالي 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 شمالي. ما فيش اهلة هتشتغل باقطاب شمالية. فلابد ايه? هتخلق ما بينها ما بين بعضها ايه? اقطاب ايه? جنوبية. لان الحياة زي ما قلنا حياة ايه? زوجية. موجب سالب. اه قد بشمالي قد بجنوبي. ذكر انسة. ماشي? ده الكون ربنا انشأ نوموس بهزي الصورة. فهنانشأ ايه? اقطاب هنا شمالي هيوبة جنوبية ما بينهم ما بين بعض. فعادل اقطاب هنا كام? وعادل اقطاب هنا كام? هتجد عادل اقطاب هنا اربع اقطاب. بينما عادل اقطاب هنا كام? شي طبيعي. زودت عادل اقطاب. السرعة هيصل لها ايه? اف تسوي ايه? بي في الان على الستين. طب لو تردد ثابت. ازا بي. وان تناسوا ايه? عكسي. ماشي شباب? زودت عادل اقطاب السرعة ايه? ودي ايه كانوا صنعوها من موضة خمستاش عشرين سنة قبل كده. هو اللي خدنا سرعتين من المحرك. بان انا غيرت ايه? عادل اقطاب. ماشي? ده بس بسيط كده عشان نكون فاهمين يعني. ان انا اتحكمت في عادل اقطاب وبنان عليه غيرت السرعة بتاعت السينكورونا الثبيت. ماشي شباب? وبنان عليه غيرت الروتر الثبيت. اه الطرق دي بقى هي احدى الطرق اللي شغالة حاليا وبتوبهم غالية شوية. اول حاجة الفريقونسي. انت لما الشي طبيعي برضو الحاجة المشتركة ما بيننا ما بينكم. الاسنسرات. اللي انا شغال في الاسنسرات كتير قويا. يعني شغل الاندي بنصمم ازا ويعني فيه مهاندسين من ميكانيكا بيجي وسألك بعض الاسئلة من ناحية الكهربية. وانا سألت في نفس لحظة عندكم ده كترة من ناحية الميكانيكية. عشان نوصل للتصميم المحركة. دايما في لما بتكتب اسم المحرك تحت بتقول محرك سكوار كيش. ده خلاص. ليه? الصناب بتاعته مفيش. ناصن. ده حاجة كويسة جدا. النقطة التانية التقدم التكنولوجي اللي هو العمل ايه? ثلاثة في فبقول لابد الاسنسير اللي هستورده او هتشتريه او هتركبه لابد السبلاي بتاعه يكون ايه? فيه امكانية ايه? جهد ايه? متغير. يبقى التردد ايه? متغير. فبناء على الاتنين دول اتحكم في سورة المحرك. اللي بنسميها بعد كده الصوفت ستارتن. يعني اللي كان انا الكبت مبر اصنصير يعني النطة دي او الافزة ده هي بتسبب خلل في الضغط بتاع الانسان. هو بخاصة لوحدة حامل ولا واحدة كبير عنده ضغط والكلام ده. فالخلل المفاجئ زي ما بتيجي تركب طيارة كده. وبتيجي ايه? في بيجرى على الارض بيوصل الى سبعمية كيلو متر في الساعة. وبعد كده يبتدي يفصل محركات الحركة ويبتدي محركات الهوى اللي هيبتدي بيطير بيها. الحيطة دي معظم الناس بتتعب. وبخاصة بيحصل خلل على الضغط الازن. فيقولك ايه? وبقمدق لبانا عشان تزبط ايه? الضغط الخارجي مع الضغط الداخلي بالنسبة لك عشان تبقى فايق وما يحصل شيء مشكلة. ولذلك الطيار اللي بيطير بهدوء وبينزل بهدوء بدون يعني التغير السريع ده الناس بتسعف له. الناس بتسعف له فعلا يعني. نفس العمل دي الفكرة في الأسانسير. الأسانسير زي ما قلنا الطرور القديمة كان جير بوكس. انا هتحكم عن طريق صندوق سرغار. لا دلوقتي بتحكم بالنظرية بتاعته معتبد على ايه? القانونة هم. مع الشباب? لو جبت فاي هتساوي القيمة ده هي. طيب القيمة دي بتساوي ايه? ايه على ايه? انا عايز فاي دي ما اغيرش فيها. ما اغيرش فيها. لان انا مصمم المحرك الفاي بتاعته عند نقطة معينة. عشان ما احصلش فبا يغير ايه? اغير الاتنين دول بنفس التغيير بحيس فاي توبا ايه? توبا كونسان. توبا فاي كونسان. يعني اقلل الجهد اقلل الفريقونسي. ازود الجهد ازود الفريقونسي. وهكذا. لما اعمل اتحكم في مع الفريقونسي بتاعة السابلاي. بمعنى الجهد السابلاي ده. هقلله وهقلل الفريقونسي بتاع السابلاي. لاتنين مع بعض. بنفس النسبة. بحيس حاصل اسمتهم بتساوي ايه? كونسان. ودي الطريقة اللي ازا ما احنا قلنا عشان نحافظ على اللي هو بيعبر الصغراء هوائية اللي عود الضوار يكون ثابت. فعندي اول طريقة اللي هو فاريب الفريقونسي كنترول. الطريقة دي ببساطة جدا. لما يكون الجهد المقنن. اللي هو ثلاثة وثلاثة من عندي. وفريقونسي خمسين. الطريقة اهو. طيب انا قللت الترميل والفلتش. وقللت الفريقونسي. هيبتدى نقطة تانية هنا. اهو. نقطة ثالثة. يديني مجموعة من الطريقة كاراكترستيك او طريقة كاراكترستيك. ما يا شباب? عندي هاستخدم هنا. نقطة دي نقطة تشغيل. مع والريتة الفريقونسي. هتجد ايه? الطيار هنا هيوب ايه? كبير جدا. لا انا عايزة يوب اصغير. فابتدي من هنا. جهد صغير. هيبتدي يتحرك يزيد. اروح مغير من الفلتش الفريقونسي. انقل على الكيرف ده. سرعة زين. انقل على كيف ده. انقل على كيف ده. ده الطريقة ديت. وانا بغير تيرمال فلتش الفريقونسي مع الوقت. هادك ده بنسميه صوفت ستارتنج. هبتدي ايه? بدء حركة ايه? ناعم. ما يا شباب? ما يكونش في ايه? قفضة الشديدة دي. ده لو كان من الريتة الفولتش والريتة فريقونسي. ان انا اقل للاتنين مع بعض. وابتدي بهدوء اللي عنده اصل كده. طب هل ممكن اصل الى سرعة اكبر من سرعة الفريقونسي المقنن? والتيرمال الفولتش المقنن? اه. ماشي? او التاني. السؤال اللي جاي عشان الجوزيل اللي بعد كده. لو انا الكيرفات ده ايه معايا اخر كيرفة او اعلى سرعة فيه عند الجهد المقنن وايه? والفريقونسي المقنن. طب انا عايز ازيد عن المقنن مع الشباب لغاية هنا اهي او بالمعنى النوربر فريقونسي وايه? والتيرمال الفولتش. هاجد ان الماكسيمم تورك في الجميع ثابت. بينما لو زودت الفريقونسي. ما اقدرش اغير التيرمال الفولتش بها. ما اقدرش ازود التيرمال الفولتش. لان التيرمال الفولتش مرتبط بايه? بالملفات. فهايضطر التورك سليب يقل الماكسيمم بتاعه. ماشي? فلو تخيلت عندي عندي كيرف اهو. التورك لدء اهو. ما شباب? الاسبيد ايه هنا? التانية هنا. التالتة هنا وهكذا. هاجد ان انا ممكن اصل اسبيد اعلى من النورمال اسبيد بشرط التيرمال الفولتش ما يزدش. ولكن الفريقونسي هو اللي يتغير. ما شباب? ودية الكيرفات الخاصة بيقول لك قبل وبعد. يعني تحكم في سرعة قبل الريتت فولتش. اللي هو الماكسيمم تورك في كله ثابت. لغاية هنا. بعد الريتت السبيد. هزود السبيد. مش هلتجئ الجهد هسيبه زي ما هو. ولكن هغير الفريقونسي. ما شباب? الفريقونسي السرعة ايه? هتبتدي تزيل. وده تقريبا كده ايه? المحاضرة بتاع المهاردة فيها حاجة تاني. مع الشباب? حد ليه اي سؤال? حد ليه اي سؤال? المحاضرة القادمة ان شاء الله هتبقى امثلة. هتبقى بعد العيد. امثلة على الاندكشن ماشين بالكامل. وهتبقى محاضرتين ان شاء الله على السنج الفيز. حد ليه اي سؤال? مع الشرقونسي. سمع عليكم.